ولمناقشة آخر التطورات السياسية يضم إلينا مباشرة من بغداد رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري دكتور إحسان أهلا بك إلى نشرتنا لهذا اليوم يجري الحديث سمط ما قاله رئيس بجلس النواب ما قاله الدكتور برهم صالح بخصوص قيام أو إنضاج لنقل تحالف سياسي واسع جديد وصفه الجبور بأنه قوي وضروري في مرحلة لاحقة للقضاء على داعش كيف تترجم هذه التصريحات شكرا على الإسضافة هذه التصريحات من وجهة نظري هي الآن ما يدور على أقل تقدير ليس فقط على مستوى الإعلام وإنما حتى على مستوى اللقاءات ما بين قادة الكتل السياسية اجتماع كل من الحكيم وبرزاني وبعض القيادات السياسية في كردستان تمثل بما لا يقبل الشك بأن هناك مشروع قد يبتدأ يعني بأي لحظة سيما وأن حكومة الدكتور الإعبادي تعاني من ضغوط قد تدفع بعض الكتل السياسية إلى تقديم أو طرح الثقة بحكومة الإعبادي تحت قبة البرلمان وبالتالي هي محاولة على أقل تقدير من القوى التي اصطفت مع الإعبادي من أجل إيجاد مشروع سياسي يكون مصدا لأي محاولة باتجاه أسقاط الكابينة الحكومية للدكتور الإعبادي الدكتور الإعبادي يواجه انقلابا ناعما من قبل منظومته السياسية وهذا بحد ذاته شكل خطرا كبيرا على أقل تقدير لحالة أو مشهد التوافقات السياسية التي فتحت الباب لحكومة الإعبادي ومن ثم من وجهة نظري أن هذا الموضوع لا يمكن أن يمر على أقل تقدير بالنسبة لبعض الزعامات التي ترى بأن استمرار حكومة الدكتور الإعبادي إذن دكتور إحسان هل تعتقد أن ما جرى في مجلس النواب قبل أيام من قرار يقلص صلاحيات العبادي في قضايا حزم الأصلاح وإعادة بعض الأمور إلى مجلس النواب يدخل في هذا الإطار برأيك؟ ما لا شك فيه هو كان أشبه بورقة تلويح سيما وأن الدكتور الإعبادي أصدر الكثير من القرارات المتمثلة بالحزم الإصلاحية تجاوزت يعني ليس فقط من وجهة نظرنا كمراقبين بل حتى من قبل أعضاء مجلس النواب تجاوزت دورهم التشريعي وهذا بحد ذاته أنا أعتقد أنه استفز بعض الكتل السياسية أولا وثانيا استثمر من قبل إذن دكتور إحسان واضح يعني الفكرة واضحة ولكن هنا السؤال يعني ماذا يملك الأعبادي إذن من أوراق إذا كانت هذه القوى بعضها داخل التحالف الوطني وبعضها خارج التحالف الوطني تعمل من أجل إقامة هذا التحالف علاقاته مع تلاب دولة القانون ليست كما ينبغي ما هي أوراقه كي يحافظ على حيوية حكومته الأعبادي تحرك سريعا يعني على مستوى منظومته السياسية وحاول تقريب وجهات النظر من خلال بعض القنوات داخل منظومته الحزبية كحزب دعوة أو حتى منظومته السياسية دولة القانون بالتحديد وانطلق أكثر من ذلك على مستوى لقاءات متسارعة مع اتحاد القوى وأيضا أنا لا أستبعد بأن زيارة السيد عمار الحكيم إلى أقليم كردستان هو جزء من عملية استشراف موقف القوى الكردية من استمرار حكومة العبادي أو حتى إسقاطها بالتحديد لذلك من وجهة نظري هو الآن نعم في موقف حرج لكن أعتقد أنه يمتلك الكثير من الخيارات منها أولا أن يمضي بالإصلاحات وأن يستجيب بشكل كبير للشارع العراقي هذا أولا الأمر الآخر مرتبط بأن هناك بعض القوى السياسية لا تريد مرة أخرى عودة جناح المالكي على أقل تقدير إذا ما سحبت الثقة من الدكتور العبادي والأمر الثالث هو لا زال يحظى بذلك القبول الإقليمي والدولي هذا يعود على الكثير من الدكتور العبادي لكن هذه بأسف للمقاطعة للمتابع تبدو حزم الإصلاح وكيفية تنفيذها مرتبكة ملتبسة ولنأخذ قضية الرواتب مثلا قيل أنها تشمل المخصصات ولا تشمل الراتب الاسمي الآن يقال هي الراتب الاسمي يدرسون المخصصات يعني لا تعرض الأمور بوضوح هناك ارتباك باستمرار أليس كذلك لا أختلف معك سيد الحيدري بالتحديد هناك غموض في هذا الموضوع والكثير يطالب ونحن طالبنا الدكتور العبادي من أجل وضع استراتيجية واضحة يعني على مستوى المدايات فيما يرتبط بالحزن بالإصلاح أنا أعتقد أن هناك خطأ يعني مرتبط بكابينة أو أطقم الدكتور العبادي لم يقدموا له النصح أو حتى الاستشارة الواضحة فيما يرتبط بحزن من الإصلاحات أو حتى أن بعض النصائح أوقعته في أخطاء أضف إلى ذلك طبيعة التسويق الإعلامي للحركة الإصلاحية للدكتور العبادي لم يكن بالمستوى الوطلوب ولذلك استثمر من قبل أعدائه داخل منظومته السياسية أو حتى من قبل بعض القواء الرافضة لهذه الإصلاحات من بغداد رئيس مركز التفكير السياسي إحسن الشمري شكرا جزيلا لك